موسيقى أهلا بكم في مدار الغد تحولت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبارك إلى عرض سنويا مستمر فما أن يدخل علينا الشهر الكريم إلا وتبدأ سلطات الاحتلال بافتعال المشكلات والعمل على زيادة منسوب التوتر ومحاولة تفجير الأوضاع بأي طريقة كانت وثلث الحروب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة كانت في شهر رمضان مثل عملية الجرف الصامد عام 2014 والتي أسفرت عن 2322 شهيد وأحد عشر ألف جريح تذكر أيضا عملية حارس الأسوار عام 2021 والتي أسفرت عن 250 شهيدا وأكثر من 5000 جريح وفي كل عام تختلق قوات الاحتلال الإسرائيلي ذريعة للتنكيل بالشعب الفلسطيني خصوصا في شهر رمضان ففي عملية الجرف الصامد زعمت إسرائيل قيام حماس باختطاف ثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية لتقوم باغتيال ستة من قادة الحركة أما في عملية حارس الأسوار فاندلعت بعد استيلاء مستوطنين على بيوت فلسطينيين في حي الشيخ جراح بسبب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وها هي الممارسات ذاتها التي قامت بها قوات الاحتلال تطبقها هذا العام والتي أدت إلى توتر الأوضاع حيث قامت باقتحام المسجد الأقصى ومنعت المصلين من أداء صلواتهم في الشهر الكريم رغم تعهدها بتهديئة الأوضاع والتصدي للعنف والتحريض عليه في اتفاق شرم الشيخ مع الفلسطينيين والذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية ومصرية وأردنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتم إطلاق النار في تل أبيب منذ قليل أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص ينضم إلينا ضيوفنا ولكن قبل أن أرحب بضيوفنا ينضم إلينا مراسلنا أحمد البديري أحمد تفاصيل أكثر عن عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك شخص قام بإطلاق النار بشكل كبير جدا على مجموعة من الإسرائيليين في مدينة تل أبيب المختبرات الأسرائيلية والشرطة الأسرائيلية لغاية إلى أن لن تبلغ دمكانا فلسطينيا ولكن على الأغلب هكذا سوف تكون الأمور على اعتبار من الوضع الأمني نازالة مرتبكا هذه العملية حدفت قبل حوالي 15 دقيقة الحديث بأن المناسبة العملية كان بحوزاته سلاح يبدو بأنه سلاح روشاش لأنه كانوا بإطلاق العديد من الطلقات في منطقة تل أبيب تحديدا بالقرب من شاطئ الراحر يعني كان هناك متنزح في تلك المنطقات عدد من أفراد الشرطة لاحقوا هذا الشعب ويبدو بأنه حدف بينهم تبادوا لإطلاق النار ويبدو بأن هؤلاء أفراد الشرطة حدف اشتباك المسلح بين الطرفين وهذا استغرق فترة يبدو بأنه كان هناك عملية مطاردة والحديث بأنهم تم تحييد هذا المنفذ الذي فهمنا لغاية إلى أن هناك سبع إصابات سبع إصابات من نتيجة هذه العملية نستفن طبعا منفذ هذه العملية وهذا يعني بأن هذه العملية تأتي في ظل هذا الجوء المشحون حقيقة من الأوضاع الأمنية اليوم صباحا كان هناك العملية في منطقة الأغوار الليلة العملية في العنق الاسوائيلي في مدينة الأبيب في العاصمة الاقتصادية للدولة العبرية وهذا طبعا يأتي في إطار أيضا رفع حالة تأخذ عند الشرطة الإسرائيلية التي هي أفضل مرفوعة في مدينة الأبيب منذ أربعة أسابيع ولغاية الآن لم تتوفر المزيد من المعلومات حول إذا ما كان هناك وفيات إذا ما كان هناك الآن المشهد كله هو عبارة عن سيارات الإسعاف التي تكون بنخل المصابين من مدينة الأبيب أو من مكان تنفيذ العملية قربة المتنزه باتجاه المستشفيات الإسرائيلية القريبة من المكان الشرطة وصلت لقوات معززات وفي الخاصة الإسرائيلية كانت قريبة من المكان وصلت إلى المكان وذلك لمتابعة إلى المكان هناك أيضا منفذ آخر دائما الشرطة الإسرائيلية تعطي السيناريو الأسوأ وهو أن هناك منفذان وليس منفذ واحد وبالتالي ترفع من حالة التهب وتقوم بعملية المتابعة والمطاردة لأي شخص مشتبه به في تلك المنطقة ولغاية الآن هذه المعلومات الموجودة لدينا نعم أحمد إذن في حال جدة جديد سنعود إليك لمعرفة مزيد من التفاصيل حول عملية الدهس هذا وإطلاق النار ينضم إلينا ضيوفنا من غزة دكتور سفيان أبو زاهد الوزير السابق والخبير في الشؤون الإسرائيلية ومن الخليل دكتور بلال الشبكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل ومن بيروت فادي ساعد عضو المكتب السياسي لثيار المستقبل ومن القاهرة أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات أهلا بكم على شاشة الغد أبدأ معك دكتور سفيان سأبدأ معك من هذا الخبر الذي نقلناه للتو عملية دهس إطلاق نار في تل أبيب إلى أي مدى هذه العمليات الفردية تحرج أو تؤثر على الحكومة الإسرائيلية أولا مساء الخير لك ولكل المشاهدين ولضيوفك الكرام من الأماكن المختلفة حتى الآن الأمور غير واضحة رغم التقرير الذي مراسلكم أحمد البديري خلال هذا التقرير تصفحت بعض القنوات الإسرائيلية مرورا حتى الآن الأمور غير واضحة على سبيل المثال يقولون أن هناك عملية دهس في مكانين وأن هناك قتيل إسرائيلي من هذه العملية لم يكن هناك ذكر لإطلاق النار ولكن بطبيعة الحال عندما يكون حدثا كهذا لا تأتي كل الأخبار بشكل سريع وفي نفس الوقت ربما تفتقد إلى الدقة نتيجة السرعة في تناقلها على يتحال هذا لا يغير من حقيقة الأمر أن الوضع الأمني في إسرائيل هو وضع خطير جدا على ضوء تكرار العمليات والعمليات الفردية في الصباح قتلت مستوطنتين أخوات في الأغوار الفلسطينية وأمهم ما زالت في حالة خطرة ومساء أن هناك عملية في تل أبيب التوقيت بالنسبة للإسرائيليين هو توقيت قاتل جدا حيث هي فترة أعياد إسرائيلية أمس كان بداية عيد الفصح ولديهم موطل ولديهم إجازات وبالتالي هذا من النحية المعنوية له تأثير قاتل ثانيا له تأثير قاتل أيضا على الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي جاءت فاتحة صدرها تقول أننا نحن اليمين واليمين المتطرف قادرون على جلب الأمن إلى الإسرائيليين بعد ثلاث شهور من هذه الحكومة الوضع الأمني أصبح أكثر سوءا مما كان عليه وفي نفس الوقت إضافة إلى الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي هذا كله يجعل نتنياهو وحكومته في وضع مزري نعم دكتور بلال برأيك بعد هذا التصعيد الأخير والتطورات الأخيرة الحاصلة هل ستزداد وطيرة العمليات الفردية خلال الفترة المقبلة؟ من دون شك لأن هذه العمليات لم تبدأ هذه الأيام وإنما بدأت منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد ضد الفلسطينيين سواء كان في القدس أو في بقية مناطق الضفر الغربية وبالتالي الأرى أن الحكومة الإسرائيلية الآن أمام معضلة جوهرية أنه يقدم نفسه على أنه قادر على ترتيب الأوضاع على المستوى الإقليمي بحيث يضمن الهدوء سواء على ساحة غزة أو على ساحة الجنوب اللبناني كما حصل ليلة الأمس لكنه يتفاجأ صبيحة هذا اليوم ومساء هذا اليوم لأنه هناك فعل فلسطيني غير مدفوع تنظيميا وهذا الفعل برأيي بالرغم من أنه قدراته العسكرية محدودة جدا إلا أنه قدرته على إرباك الشارع الإسرائيلي وعلى إرباك المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أكبر بكثير من المستويات العسكرية العليا لأنه هذا الفعل مدفوع ومشحون بكم الأضرار التي حدثت ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالصور التي تم تناقلها عن الاعتداءات على المصليين والمعتكفين في المسجد الأقصى بمعنى أن إسرائيل الآن تجني وتحصد ثمار مزرعته طيلة الفترة الماضية وهي بين سؤالين كبيرين السؤال الأول ما الذي تستطيع إسرائيل فعله والسؤال الثاني ما الذي تستطيع إسرائيل تحملهم إسرائيل تستطيع فعل الكثير على المستوى العسكري تستطيع فتح جبهات كثيرة وفقا لإمكانياتها ومقدراتها العسكرية لكن هل تستطيع إسرائيل تحمل فتح هذه الجبهات كلها في آن واحد وهنا تكمن يعني معضلة الاحتلال الإسرائيلي أنه بالرغم من كل هذه المقدرات إلا أن المجتمع الإسرائيلي غير مهيئ وغير مستعد نفسيا لاستقبال حجم العنف الذي يمكن أن يترتب على فتح جبهات متعددة من غزة وجنوب لبنان وفي الداخل الفلسطيني وهنا نرى أن الخطورة مثل هذه العمليات الفردية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي أنه يصعب التنبؤ بها يصعب التحكم بها ولا يوجد طرف يمكن التفاوض معه يعني حتى الأطراف التي لا يوجد بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي مفاوضات مباشرة كحركة حماس وبقية فصائل المقاومة في قطاع غزة إلا أنه على الأقل هناك تدخلات على المستوى الإقليمي من قبل جمهورية مصر العربية هناك وسطات أوسع من ذلك على المستوى الإقليمي هناك ترتيبات أيضا حتى مع السلطة الفلسطينية وإن كان دور السلطة الفلسطينية هامشة في هذه المرحلة إلا أنه تأتي هذه العمليات لتقدم ورقة جديدة على طاولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الورقة تقول أنه كل ما يمكن فعله على المستوى الإقليمي من ترتيبات كل ما يمكن فعله على مستوى إدعاء القدرة على الردع ولربما خطرتها دكتور بأن هذه العمليات اليوم الإحتلال لا يستطيع إيقافها لعدم وجود مجال الاستخبارات لعدم وجود مجال لجمع المعلومات غير حزبية لا تنتمي إلى أي فصيل سياسي هي عمليات تأتي وكأنها في سياق رد الفعل على الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية سيد مسلماني أهلا بك على شاشة الغد برأيك هل يمكن لجنود الاحتلال أو لإسرائيل كسر معادلة العمليات الفردية؟ تحية لحضرتك والأستاذ المشاركين والأستاذ المشاهدين وخالص العزاء لأسر الشهداء وكل المواساه لأسر المصابين وفي الواقع ما حدث في شهر رمضان 2023 هو شيء صادم ومروع وحتى تعبير صادم استخدامه الأمين العام لأم المتحدة وإجابة على السؤال حضرتك هو بغض النظر عن أن تكون هناك أعمال فردية أو جماعية إنما الرؤية الاستراتيجية التي أعتقد فيها هو أنه مهما بدأ الأمر أن الميزان لصالح إسرائيل الآن إلا أن حركة التاريخ ليست كذلك بالضرورة فلسطين تبدو ضعيفة الآن لكن التصور أنها لن تكون ضعيفة في المستقبل في الواقع إذا لم تمتلك إسرائيل الجرأة على السلام الحقيقي في المنطقة إذا لم تمتلك الجرأة على الموافقة على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرئيسية نعم إذن ما زلنا معكم في هذه التغطية ونتابع هذه الصور قبل قليل من تل أبيب حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة بعض الأشخاص جراء عملية دهس ويقال بأن هناك إطلاق نار في تل أبيب إذن يعني عودة للعمليات الفردية مرة أخرى أعود إلى ضيوفي سيد فادي ساعد في ظلك هذه التوترات الجبهات الكثيرة المختلفة التي تفتحها إسرائيل والآن ويبدو كأنها جبهة جديدة أخرى فتحت هل يفهم سلوك الإسرائيلي على أنه هروب للأمام أو محاولة لتصدير الأزمة الداخلية التي تعيشها؟ مساء الخير يعني خلينا نحط النقاط على الحروف والأمور بنصابة صحيح هل إسرائيل هي عدو للعرب المسلمين أبدي؟ طبعا هل إسرائيل تحتل أراضي فلسطينية وتحتل فلسطين وتمارس أبشع أنواع العنصرية والإجرام ضد شعب الفلسطيني؟ طبعا هل إسرائيل تنتهي كل معايير حقوق الإنسان في تعاملها مع الفلسطينيين؟ طبعا هل هي تعمدت القيام بما تقوم به في الحرم القدسي الشريف؟ وتقوم باعتداء على حرمة الحرم القدسي وعلى المصلين وتمنعهم من الصلاة والآخري؟ هل هي تقوم بهذه عن عمد؟ طبعا هل هناك ردات فعل فلسطينية على هذا الموضوع باطلية؟ طبعا ولكن هل إسرائيل مأزومة داخليا؟ نعم هل إسرائيل كانت على شفير انهيار داخلي وحرب أهلية داخلية؟ نعم هل من مصلحة إسرائيل الهروب إلى الأمام واستدراج الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية والعرب وبعض المجموعات المسلحة إلى ردات فعل لتغطية الانهيار الداخلي أو التأزيم الداخلي؟ هل النظام الإسرائيلي ككل كان على وشك الانهيار بسبب التظاهرات والتظاهرات المضادة والتعديلات التي قامت بها الحكومة الفلسطينية؟ نعم المشكلة أنه نرى الأمور من منظار واحد بطولي مقاومة وجميل جدا ولكن إسرائيل هربت إلى الأمام واستطاع النظام الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية شد الأنظار وتشتيط الأنظار عن أزمتها الداخلية توحيد الشارع ضد عدو غاشم يطلق عليها بعض الصواريخ التي لا تستطيع القيام بأي شيء فعليا على الأرض ولكن استطاعت الهروب إلى الأمام نحن لجب أن نرى الأمور أوسع من مجرد ردات فاعل ولكن لو تسمح لي سيد فادي إذا كانت تريد أن تهرب إلى الأمام لماذا كان الرد محدود؟ يبدو كان أنه غير معنية بالتصعيد لا تريد الانزلاق إلى حال هي طبعا لا تريد هي تريد عرض هي تريد الشو بس تريد ردات فاعل هي أكثر شخص كان مبسوط مبارح بالليل هو نتنياهو بالصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان ومن غزة وأصابت ما أصابت لكي يوحد الشارع الإسرائيلي ضد عدو غاشم بالنسبة إليه ويقول للشارع الإسرائيلي توحدوا خلفي أنا أدافع عنكم وعن أرضكم وعن سيادتكم وعن استقلالكم وعن وجودكم في هذه الأرض هو يريد توحيد الشعب ضد عدو بالنسبة إليه فقط من أجل صرف الأنظار عن الهوى الكبيرة التي أصبحت بين الشارع الإسرائيلي والتي كانت ممكن أن تؤدي إلى حرب أهلية هذا لا يعني أنه نحن كفلسطينيين أو كعرب أو كمسلمين يجب أن لا نرد على الانتهاكات الإسرائية ولكن لجب أن لا ننجر إلى لعبة إسرائيل بالهروب إلى الأمام أنا لا أعتقد بأن الذي أطلقت صواريخ على إسرائيل من جنوب لبنان هو يريد مصطحة الفلسطينيين ويريد تدمير إسرائيل هو يريد من حيث يدري أو لا يدري إنقاذ الإسرائيلي وإنقاذ الشارع الإسرائيلي وإنقاذ الحكومة الإسرائيلية وإنقاذ النظام الإسرائيلي ككل كان الإسرائيلي استدرجنا إلى ردات فعل محقة ولكن استدرجنا إلى ردات فعل لكي يرهب إلى الأمام نحن لا يجب أن نعطيها هذه الورقة إذا كانت هذه الورقة سوف تؤدي إلى زيادة التأزيم الداخلي أنا معها ولكن إذا كانت هذه الورقة ستؤدي إلى نجاح الإسرائيلي بالهروب أنا لا استمعها أذكر في هذا العاجل الذي ورد إلى قناة الغد الآن استشهاد منفذ عملية الأبيب ودهس ستة إسرائيليين إذن استشهد الفلسطيني الذي نفذ عملية الدهس التي أدت إلى قتل ستة أو دهس ستة إسرائيليين دكتور سفيان ما هي قراءتك لهذه العملية برأيك اليوم عندما تختل الموازين الأمنية في الداخل الإسرائيلي ألا يشكل هذا ورق الضغط أخرى جديدة على حكومة نينتينياهو المأزومة داخليا بطبيعة الحال يعني أولا بس للتأكيد لما تورده أن تولف موقع أن تولف القناة الـ 12 الإسرائيلية أن كان هناك عمليا إطلاق نار وكانت هناك عملية الدهس وهناك قتيل إسرائيلي وهناك ستة جرحة منهم ستة مصابين منهم جراحة خطيرة هذا وثانيا هذا اليوم هذا هو نفس اليوم قبل عام الذي نفذ فيه حازم رعد عملية في شارع في تل أبيب في نفس هذا اليوم وتقريبا ربما في نفس هذه الساعة بمعنى هذا النمط من العمليات الفردية والهجومات الفردية هو ليس شيئا جديدا وليس شيئا استثنائيا الإسرائيليون طوال الوقت اتخذوا كل الاحتياطات اللازمة ومن أجل تجنب التصعيد في شهر رمضان ولكن غباء وزير الأمن القومي الإسرائيلي ثمار بن كفير وسلوك الشرطة الهمجي في المسجد الأقصى عندما اقتحموا المسجد الأقصى وأخرجوا بالقوة مكبلين بالأيدي وأجبروهم على طاطعة رؤوسهم أكثر من 400 مصلي من المسجد الأقصى هذه الصورة وهذا التدخل السافر أثار مشاعر الفلسطينيين وأثار مشاعر الكثير من المسلمين في العالم هناك من يقول وفي هذا القول وجهة كبيرة أن هذه المشاهد التي خرجت من المسجد الأقصى قبل يومين كانت السببا رئيسيا في عملية التصعيد سواء كان بإطلاق الصواريخ من غزة بشكل محدود أو إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني التي قالت إسرائيل أن من أطلقها هي تنظيمات فلسطينية وخاصة تنظيم حركة حماس بمعنى نعم إسرائيل في ورطة تعقيبا على ما قاله الأستاذ فادي حول أن إسرائيل تستدرج أو نتنياهو يستدرج أو يستفيد من هذا الأمر لا نتنياهو لا يستفيد من هذا الأمر وحكومة نتنياهو لا تستفيد من هذا الأمر ولو كان الأمر كذلك لو كان هذا منطق التفكير سأجيبك لو كان هذا منطق التفكير الذي تفكر فيه إسرائيل في اتخاذ قراراتها لكان نتنياهو من زمان أعلن الحرب على لبنان وعلى حزب الله وأعلن احتلال غزة ولكن الأمور في إسرائيل لا تصير بهذا الشكل هو لا يستفيد لماذا؟ لأن حكومة نتنياهو كلما زادت العمليات ربما تهدئ من المظاهرات المعارضة له حول موضوع التعديلات القانونية سيد دكتور سوفيان اسمح لي فقط سأنتقل إلى مراسلنا في هذا العاجل مع خالد بدير خالد ما هي آخر التطورات عفوا أحمد البديري ما هي آخر التطورات لديك أحمد يعني الأمور قيد البحث نحن نتحدث عن عملية دهس ومن بعد ذلك يبدو بأن المنفس العملية خرج من السيارة وحدث هناك اشتباك بالسلاح الناري بينه وبين أفراد الشرطة نحن نتحدث عن منطقة حيوية في تل أبيب المنطقة القريبة من الشاطئ بالكرنيش كما يقولون ويبدو أن هناك إصابة خطيرة جدا لسائح إيطالي يبدو كان في عين المكان الشرطة الإسرائيلية لغاية تلان قالت أنها قامت بتحييد المنفس العملية كان إن التحييد عند الشرطة الإسرائيلية هي تعني العديد من المضامين تعني بأنها قتلته أو تعني بأنها قامت باعتقاله وكما نعلم من هذه الأمور لغاية تلان بحاجة إلى المزيد من المعلومات لأتأكد من صدقية ما الذي يجري بالتحديد المفهوم اليان هناك سبعة اصابات تم نقلها إلى منطقة الأسرائيلية قوات الخاصة الإسرائيلية الآن أيضا وصلت إلى عين المكان وهي تقوم عمليات تنشيط كما نعلم بأنه طالما هناك عملية اطلاق نار أو عملية دهز أو عمليات تجري في تلك المنطقة فإن دائما الثلاغي والثاني لذي يكون موجودا هناك إما مساعد وإما منافذ ولكن هناك ملاحظة أن هذا المنافذ العملي كان معه السيارة وفي العادة معظم عمليات الدهز التي ما قرأها منذ عدة سنوات لأنها تكون إما لفلسطيني من الداخل أو لفلسطيني من القدس المحتلة وكل العمليات التي تحدث بعمليات اطلاق النار هي تكون لفلسطيني من الدفة الغربية هل ممكن بأن فلسطيني من الدفة الغربية أخذ السيارة وهو الذي قام بعملية الدهز طبعا هذا احتمال وارد ولكن نحن نتحدث عن عملية تحدث في وسط هذا الجو المتوتر جدا في المنطقة نحن نتحدث عن عملية اطلاق نار وعملية دهز في مدينة الأبيض حتى الآن الحصيلة أحمد نذكر بها مرة أخرى بعد استشهاد منفذ هذه العملية سبع تصابات الآن هم يتحدثون عن سبع تصابات تم نقلها إلى المستشفيات منها إصابة خطرة جدا جدا لا نعلم هل هو قتيل وهم ينتظرون إبلاغ الأهل هذا هو البروتوكول الذي يتم العمل به من قبل الإصعافات الأسرائيلية مناسب العملية لغايتنا نحن لا نعلم بالضبط من هو 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 بالفعل من فلسطيني الداخل ليس من فلسطيني الداخل هذه المسائل بحاجة إلى التروي وبحاجة أيضا إلى فهم إلى أين يمكن أن تنضي الأمور ولكن أنا أظن بأن السياق الذي هو الذي يحكم الذي يجري نحن نتحدث عن صباح اليوم هناك عملية في الأغوار اليوم عملية في تل أبيب أمس كان هناك تصف جوي لقطاع غزة قبلها كان برب المعتكفين في مدينة القدس كل هذا بدأ يوم الأربعة عندما شم الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على المعتكفين في المسجد الأفصى ومنذ تلك الليلة ولغاية الآن ونحن فقط متابع إما تفجيرات إما عمليات إما قصف جوي إما أطلق صاريخ من لبنان وهذا الذي حذرت منه الجميع الأطراف سواء الأطراف الدولية أو الأطراف العربية أو حتى الأطراف الفلسطينية التي تتانت كانت تقول للإسرائيليين بأن عليكم أن لا تقوموا بانتهاك حرمة المكان المقدس عند المسلمين وهو المسجد الأفصى وهذا الذي تيل له خلال كمة شرم الشيخ وخلال كمة العقبة ولكن أحدا عمليا من الجانب الإسرائيلي والمنظوم الإسرائيلي لم يستمع إلى هذه النصائح ومنذ ليلة الأربعاء ولغاية الآن وهذه العمليات مستمرة نعم دكتور بلالي برأيك اليوم إلى أين يمكن أن تؤدي هذه العمليات الفردية؟ يمكن أن يصل الفلسطينيون إلى توقيع اتفاق سياسي ملزم ومتواصل لضمان الأمن التوقف يعني يفضي بالتوقف عن حصار المدن الفلسطينية والاقتحامات المتكررة للمواقع الدينية الفلسطينية التي في كل مرة حصار المواقع الدينية الفلسطينية يكون سببا رئيسيا في عودة المقاومة الفردية في ظل حكومة للحكومة الإسرائيلية الحالية هذا الأمر مستبعد ومستبعد على الإطلاق الأمر الآخر أنه حتى لو كنا سنتحدث بشكل جدي عن إمكانية توقيع اتفاقية سياسية توقع مع من؟ يعني الطرف الفلسطيني الفاعل في المشهد على الميدان الآن ليس الجهة التي يفترض بها أن تفاوض الاحتلال الإسرائيلي وتوصل معه إلى اتفاقية نحن نتحدث عن حالة مغيرة تماما لتلك الحالة التي كانت في بداية التسعينيات القرن الماضي المشهد برمته مختلف والحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة تسعى إلى التصعيد تسعى إلى التصعيد لكن التصعيد الذي تريده هذه الحكومة تصعيدا متحكما به في مناطق معينة بمعنى تصعيد في حيز مكاني وحيز زماني متحكم به من قبل الاحتلال الإسرائيلي وهذا التصعيد يأتي كجزء من حالة الموازنة ما بين الضغوطات الداخلية وما بين إمكانية استثمار حالة استعداء الفلسطيني لتحقيق هذه الموازنة وهنا أنا أريد أن أجيب على سؤالك وفي نفس الوقت التعقيب على ما تفضل به الأستاذ فادي لأنه يجب نقاشه السلطات الاحتلال الإسرائيلي من الطبيعي جدا أن تستثمر استعداء الفلسطيني من أجل توحيد جبهة الداخلية لكن هذا الأمر لم يتم في هذه الحالة تحديدا ما كان قد تم حقيقة الأمر أن بن يمين تنياهو حين قام بتأجيل الإجراء التعديلات على الملف القضائي إنما بذلك أثار غضب اليمين المتطرف الذي تحالف معه من أجل تهديئة الشارع المعارض في ذات الوقت حاول استرضاء اليمين المتطرف مقابل عملية التأجيل هذه بإطلاق أيديهم في المسجد الأقصى وفي مناطق الضفة الغربية وكان يظن حتى ليلة الأمس أن إطلاق أيدي المستوطنين والجيش في المسجد الأقصى وعلى المعتكفين وفي مناطق الضفة الغربية وتحديدا في شمال الضفة الغربية لا يمكن أن يكون له أثر إلا في الضفة الغربية بمعنى أنه كان يستبعد تدخل قطاع غزة على الاعتبار أنه القائمين على الأمر في قطاع غزة غير معنيين بالدخول في حرب تكلف أبناء قطاع غزة دمارا شديدا وكان مطمئن أنه الساحة اللبنانية ساحة محيدة تماما في الآوين الأخيرة وهو بذلك كان يرى أن الفعل الفلسطيني المقاوم يمكن أن يكون محدودا في إطار الضفة الغربية ما جار في الساعات الأخيرة أربك الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير جدا لم يكن يتوقع الرد برأيك دكتور لم يكن يتوقع الرد بهذه الطريقة على الاقتحامات والاعتداء على المسؤولين لم يكن يتوقع عدة أمور فقط نشاهد الآن أنه لم يكن يتوقع أن يكون التمسيق هذه اللقطات المباشرة للمركبة التي نفذ بها الفلسطيني هذه العملية عملية تل أبيب التي استشهد خلالها إذن هذه المركبة التي نشاهدها الآن التي نفذت عملية تل أبيب والتي أسفرت عن إصابة حسب مراسلنا أحمد البديري سبعة إسرائيليين أحدهم في حالة خطيرة لا نعرف إذا ما كانت قد مات أو ما زال على قيد الحياة بانتظار آخر التحديثات والبيانات والتفاصيل إذن هذه الصور مباشرة من تل أبيب عودة إليك دكتور بلال الشوبكي في الحديث عما كنا نتحدث عنه من حكومة نتنياهو وأفق الرد والرد المحدود وإذا ما كان هذا التصعيد بالأمس ربما أماط الحبل عن رقبة حكومة نتنياهو أم لا مرة أخرى نشاهد هذه اللقطات الأولى لإطلاق النار إذن هذه هذه الصور التي وصلتنا الآن هذا الفيديو لقطات مصورة لعملية إطلاق قوات الاحتلال للنار على منفذ عملية تل أبيب الذي استشهده بعد أن تم دهس سبعة في إسرائيليين إذن نشاهد الآن في هذه اللقطات المصورة جنود الاحتلال يطلقون النار على الفلسطيني الذي استشهده قبل قليل أحمد البديري أنت معنا تفاصيل أكثر هل من معلومات جديدة توفرت لديك؟ نعم نفس المعلومات التي تحدثنا فيها قبل دقائق نؤكد فقط على زيادة في المسألة بأن هناك تطقيق في هوية هذا الفلسطيني بمعنى الأوراق السبوتية التي كانت معه وهي أوراق تثبت بأنه معه هوية إسرائيلية بمعنى أنه ليس من سكان الضفة الغربية ليس من المعلوم إذا كان هذا يعني بأنه من سكان الكدس كما تعلمين بأن سكان الكدس معهم الهويات الإسرائيلية أو من مناطق الداخل الفلسطيني ولكن هذا لا يغير في الأمر شيئا لا على المستوى الأمني ولا على المستوى السياسي اليوم أهالي الداخل الفلسطيني أم المسجد الأقصى ليلة بحوالي خمسين ألف جاءوا لأداء ثلاثة الترويح على سبيل المثال وطبعا خلال الأيام الماضية كان هناك مظاهرات في الداخل الفلسطيني في ملفحن في كفورنندا في غيرها من المناطق وكان هناك أداء من إطلاق ما إطلاق للقنابل الغاز والمطاط باتجاه أولئك الفلسطينيين ما يحدث فيه كل هذا مرتبط بما حدث فيه المنزل الأقصى عادة أحمد عندما تتم هكذا عملية متى يتم الإفساح عن هوية المنفذ متى يسلم جثمانه أم أنه يبقى محتجز عنده جنود الاحتلال طريبا يعني خلال أقل من ساعة سوف تتضح كل التفاصيل الخاصة هذه العملية نحن نتحدث فقط المشاهد التي نرى بشكل مباشر من تل أبيب يعني هم الآن يفحصون الجوسف ويفحصون ما الذي حدث وطبعا يبدو بأن الفلسطيني قد سوشد في عين المكان هذا الذي نستطيع نرى حتى بالكاميرات الموجودة هناك الذي حدث لأنه كما فهمنا بأنه كان موجودا في سيارة وقام بعملية دهس لعدد من الإسرائيليين أصاب عدد منهم السياح الأجانب لا نعلم وبعد ذلك تمت عملية مطاربة بينه وبين الرجال الشرطة انقلبت السيارة التي كان يستقلها سيارة بيضاء بشكل كامل بعد أن انقلبت السيارة هجم عليه الأفراد الشرطة الإسرائيلية وقاموا بإطلاق النار عليه وبذلك يكون قد أنهوا هذه المسألة بشكل كامل بأنهم قد قتلوا في عين المكان والإصابات التي طالما تم ناخلها إلى المستشفات الإسرائيلية تشير إلى سبع إصابات إحدى الإصابات هي خطيرة جدا جدا هذه الجملة في العادة تعني بأن هناك لربما قتيل إسرائيلي أو أنه في حالة في انتظار الجديد شكرا لك أحمد سأعود إليك دكتور بلال تكملت حديثنا حول التصعيد بالأمس ولكن أستاذ أحمد ما هي طبيعة الذهنية أو العقلية الإسرائيلية نحن نشاهد أنه في كل مرة يتم فيها استفزاز بمشاعر الفلسطينيين لسيما عندما يتم اقتحام المقدسات الدينية التعرض للشعائر الدينية يكون الرد قاسيا سواء من خلال الفصائل الفلسطينية أو حتى من خلال العمليات الفردية وبالتالي اليوم وكأنه المعادلة الأمنية الإسرائيلية في كل مرة تثبت فشلها على أي أساس تتخذ القرارات قرارات الاقتحامات قرارات الاعتداءات على الفلسطينيين والمعروف بات حسب التجربة أنه في كل عام يتم فيها هذا الاعتداء تكون ردة الفعل قاسية وموجعة في الداخل الإسرائيلي هناك اعتداءات إسرائيلية متكررة على الفلسطينيين وأن هناك ما تشبه الحروب المتقطعة ليمكن وصف المعارك التي يستشهد فيها أكثر من ألفين شخص كما عام 2008 و2014 بأن هذه مجرد اعتداءات حين يموت أكثر من ألفين شخص ويصاب أكثر من عشرة آلاف شخص في المعركة الواحدة هذه يمكن أن تسمى حرب فهناك حروب إسرائيلية متقطعة دائمة ولسيما في شهر رمضان ضد الفلسطينيين هذا هو الثابت تعتقد إسرائيل أن وصول الفلسطينيين إلى مرحلة اليأس والتيئيس من قيام الدولة واليأس من المستقبل واليأس من الاستقلال هذا الأمر سيفرض واقعا جديدا مؤاتي للحكومة أو مؤاتي للرؤية الإسرائيلية أما المتغير هو أننا إذا في 2023 أكثر من أي وقت مضى إذا إسرائيل جديدة إسرائيل دينية ما مضى من إسرائيل كان هناك مكون ديني متطرف ومكون يميني متطرف حتى غير ديني ولكن السياق العام أنها كانت تقدم نفسها كدولة حداثية علمانية على النمط الغربي أما الآن نحن إذا دولة دينية متطرفة وحكومة دينية متطرفة والأحزاب الدينية والقوة الدينية الإسرائيلية تصعد كل يوم أكثر من أي وقت مضى هذا هو المتغير أن لدينا إسرائيل جديدة تختلف عن إسرائيل السابقة رغم ثبات الاعتداءات والحروب العدوانية إلا أن التغير متعلق بالفكر الإسرائيلي والهوية الإسرائيلية نحن إذا دولة دينية تتشكل في المنطقة على أسس دينية فيما قبل كان الطرح دينيا لكن المضمون والسياسة لم تكن كذلك الآن الطرح والمضمون والسلوك والحكومة وكل شيء ومن ثم استكون الأمور أكثر تعقيدا لذلك فإن استهداف تدنيس المقدسات الدينية واعتقال المعتكفين في المسجد الأقصى باستمرار استهداف الرمز الديني هو لأن هناك بالمقابل طيار ديني متطرف في إسرائيل سيد فادي كان هناك تعليقان من دكتور سفيان أبو الزايدة ودكتور بلال الشوبكي على وجهة نظرك دكتور سفيان أبو زايدة قال إذا كان نتنياهو يريد كان سعيد بالأمس بهذا التصعيد وإذا كان هذا التصعيد ينقذه ويدفعه إلى الأمام ويتخلص من أزمته الداخلية لماذا لم يضرب لبنان منذ سنوات منذ بداية أزمته السياسية لماذا لم يقوم بشن حروب كبيرة ومواجهات مفتوحة أولا بخصوص العملية الدهسة اليوم إذا كان استشهد الشخص اللي قام فيها فنحسبه من الشهداء وهو عمل بطولي طبعا لكن بخصوص نتنياهو وحربها على لبنان وكذا المشهد السوريالي مبارح مشهدين أولا عندما أصدرت مزارة الدفاع الإسرائيلية أو شهاد عسكرية إسرائيلية تحذر من هجوم من لبنان بالصواريخ قبل نصف ساعة من حدوثه اثنين عندما استعجل الإعلام الإسرائيلي وقال بأن المنفذ العملية لإطلاق الصواريخ ليس حزب الله وأكد ذلك حزب الله وتبرأ من إطلاق الصواريخ هذا المشهد السوريالي بين إسرائيل وحزب الله مضحك ومكي في لبنان ماذا يعكس؟ ما الذي فهمت منه؟ ما الذي فهمت منه؟ يعكس عدم يعكس مدى حاجة إسرائيل لوجود هجوم عليها بدون أن تكبر المعركة إسرائيل لا تحاجة إلى معركة ولا حرب على لبنان بالعكس هي لا تستطيع الكيام بحرب على لبنان وخصطان الحزب الله بوجود الحفر والاستخراج النفط على الشاطئ اللبناني بقرب الشاطئ اللبناني وجميعا نعلم منذ اتفاق الترسيم مع لبنان أصبحت الجبهة الجنوبية آمنة أكثر من ما تعتقدين لأن الإسرائيلي ليس في وارد أي هجوم على حزب الله في لبنان لأنه يخاف على استخراج النفط واللبنانيين طبعا عندما يبدأون بالاستخراج في شهر أيلول أو تموز سوف تأتي الباخرة لتبدأ بالحفر فبالتالي وجود الاستقرار الأمني والعسكري على حدود لبنانية مصطحة لبنانية إسرائيلية لحزب الله والنظام الإسرائيلي بالتالي نتنياهو بالأمس قال سريعا أن حماس أو منظمة فلسطينية هي وراء هذا الأمر وليس حزب الله وقد أوصى رئيس الأركان بعدم التعرض لحزب الله عدم التعرض لحزب الله يعني لا يريدون أي معركة كبرى هم يريدون فقط أنا برأي شخصي هم يريدون فقط لملمة الوضع الداخلي والهروب إلى الأمام طبعا هناك ردات فعل بطولية فلسطينية على المشاهد الذي رأيناها ولكن الإسرائيلي تعمد أظهار هذه المشاهد لاستفزاز المشاعر الفلسطينية والعربية والإسلامية ليجر الناس إلى مكان آخر بعيد عن مظاهرات يجب أن نرى الأمور من بعيد وليس مقريبا نتقل بها مرة أخرى إلى دكتور سفيان أبو زايدة دكتور سفيان أبو زايدة برأيك ألا ترى أن هذه التوترات بالأمس جاءت لمصلحة حكومة نتونية وصرقت الاهتمام سمعنا يا إير لبيد يقول أنه عندما يتعلق الموضوع بأمن إسرائيل لا يوجد معارضة الكل موحد للدفاع عن أمن إسرائيل حسب يا إير لبيد قبل أن أسمع إلى إجابتك فقد أنوه إلى هذا العاجل حسب إعلام إسرائيلي مقتل أحد مصابي هجوم تل أبيب إذن تم قتل أحد مصابي هجوم تل أبيب واستشهاد منفذ العملية تفضل دكتور يعني أولا هو وفق الإعلام الإسرائيل هو من كفر قاسم البلدة الفلسطينية التي تبعد عن تل أبيب حوالي منفذ العملية والمنفذ العملية والقتيل هو سائح إيطالي الإجابة على هذا السؤال اتخاذ القرار العسكري في إسرائيل هو يختلف عن اتخاذ القرار في أي دولة من الدول العالم الثالث أو أي دولة أخرى اتخاذ القرار للحرب بالذات هو يمر في ضوابط كثيرة يتخذ القرار ليس رئيس الوزراء وليس وزراء وليس الحكومة هم الذين يصادقوا على هذا القرار ويتخذوا ولكن قبل ذلك هو يتخذ بناء على توصية من الأجهزة الأمنية المختلفة على سبيل المثال رئيس جهاز الموساد رئيس جهاز الشباك رئيس هيئة الأركان والزير الدفاع رئيس مجلس الأمن القومي يعني هؤلاء أهم الشخصيات التي تتخذ القرار إذا أخذنا بالأمس وفقا لما سربا في الإعلام الإسرائيلي على عالية اتخاذ القرار في اجتماع الكابينيت الأجهزة الأمنية جميعها اتفقت على أن يكون الرد محدودا ولا يكون الرد كبيرا لدرجة أن يجر إسرائيل إلى معركة سواء كان على الجبهة الشمالية أو على الجبهة الجنوبية لأن الوضع غير مناسب لإسرائيل الآن إضافة إلى ذلك أن هذا الشهر هو كله أعياد لو الأمر يتعلق بإسرائيل لا لا تريد أي شيء لا تريد حرب ربما هذا يخدمها في المستقبل بعد العياد وبعد أن يتخذوا القرار ويختاروا التوقيت هذا صحيح ولكن نتنياهو سواء هذا الأمر يخدمه أو لا يخدمه هو لا يستطيع أن يقرر عندما يقدم رئيس الأركان عفوا دكتور إذا كانت إسرائيل لا تريد عندما يقدم رئيس الأركان توصية نعم إذا كانت إسرائيل بالفعل لا تريد إذا كانت إسرائيل بالفعل لا تريد هذه المواجهة اليوم تريد أن تمر فترة الأعياد أن يكون الانشغال بأزمة الإصلاح القضائي والأزمة الداخلية ومن ثم الالتفات إلى الجبهات الأخرى كيف نفسر هذه الاقتحامات لماذا يقومون بمضايقة المصلين والمعتكفين استفزاز مشاعر المسلمين الاعتداء عليهم في حوارة في نابلس في جنين في مناطق مختلفة فلماذا هذا التصعيد مع الفلسطينيين في الضفة؟ لأن هناك غباء غباء إسرائيليا في السلوك بالذات فيما يتعلق بالأقصى أنا أريد أن أوضح بعض الشيء للمشاهدين ربما يعطي تفسيرا لماذا هذه الاقتحامات المتكررة للأقصى في السنوات الأخيرة السبب الرئيسي أن وفقا للديانة اليهودية كما تعرفون لا يسمح لليهودة الشريعة اليهودية لا تسمح لليهودي الصعود إلى باحات الأقصى لأنهم يعتقدون أن هناك كان معبد سليمان وبالتالي لا يجوز لليهودي الغير طاهر حاليا في ظل عدم وجود المعبد أن يصعد إلى باحات الحرم ولكن في السنوات العشرين الأخيرة أو التلاتين الأخيرة أصبح هناك تيار بالذات في داخل الصهيونية الدينية يعتقد أنه مسموح الصعود إلى باحات الأقصى في بعض المناطق ومناطق أخرى لا وهناك مجموعات متطرفة أكثر تريد أن تمارس شعائر دينية أو تقوز دينية وتذبح القرابين هناك هذه المشاهد عمليا تثير حفيظة المسلمين والمصلين وتؤدي إلى ردود الفعل هذا أولا وثانيا تزامنت شهر رمضان وشعائر شهر رمضان والزيارات الأقصى المكثفة خلال هذا الشهر أكثر من الأشهر العادية مع عيد الفصح اليهودي الذي يعتقدون أنه يجب على اليهود الذين يؤمنون بالصعود إلى باحات الحرم أن يذهبوا زائرين ولكن في كل حوال حتى لدى اليهود غير مسموح لهم ممارسة الشعائر الدينية بمعنى سلوك الشرطة الإسرائيلية هو سلوك بن كفير وليست سلوك المجتمع الإسرائيلي الذي لا يريد أن يسمع عن كل هذه الخزعبلات التي يدفع بها بن كفير إلى المواجهة مع الفلسطينيين نعم ابقى معي دكتور سفيان مرة أخرى مع أحمد البديري هل من أرقام جديدة تفاصيل جديدة لديك حول عملية تل أبيب أحمد نعم الآن الأمور اتضحت حسب البيان الرسمي للشرطة الإسرائيلية هذا الفلسطيني كان يقود سيارة في داخل مدينة تل أبيب وقام بدحس أربعة أشخاص على ممر المشاهد ويبدو بأنه كان مسرعا وفي عملية الإسراء دهس مجموعة أخرى من الإسرائيليين انقلبت فيه السيارة وبعد ذلك كان هناك ضابط إسرائيلي معه سيارة شرطة شاهد هذا المشهد هرع باتجاه السيارة المقلوبة حسب بيان الشرطة بأن الفلسطيني كان معه سلاح وحاول الفلسطيني أن يسحب هذا السلاح على حد قولهم وقام الشرطة بإطلاق النار عليه وقتله في عين المكان وتم الإعلام أيضا عن مقتل شخص الآن يتحدفون عن أنه سائح إيطالي بعض من أساء الإعلام الإسرائيلية هذا يعني لم نتأكد منه لغاية الآن من الشرطة نحن بانتظار تأكيد ولكن الذي يبقى الآن مؤكدا بأن هذا الفلسطيني وليس من مناطق الدفاة الغربية هو من الداخل الفلسطيني على الأغلب من إحدى البلدات الفلسطينية في الداخل والمخابرات الإسرائيلية كما نعلم الآن تكون قد وصلت إلى هذا المنزل وقامت بالتفتيش وما إلى ذلك بالجميع نتنياهو وهذا هو أيضا دافت للإعتباه طالب بأن يكون هناك تجنيد أو طلب تجنيد لكافة قوات الإحتياط التي تخدم في قوات حرس الخدود الإسرائيلية وهذا الرد يبدو كان ردا سريعا حقيقة وحتى لم ينتظر رزير الأمن الداخل إطمار بنزيل الذي هو المسؤول عن نفسها كذا قضايا ونتنياهو الذي أوعز بهذه الأوامر العسكرية قد يتم جلب كل القوات الإحتياط التي تخدم في حرس الحدود وكأن أحمد حسب المراقب وكأن هناك استثمار من قبل نتنياهو لما يجري اليوم نحن نعرف أن جنود الإحتياط هناك توتر داخل الجيش بسبب موضوع الإصلاح القضائي وإلى أي مدى سيستجيب جنود الإحتياط لقرار التعبئة هذا على الأغلب سينتظمون لأن هذا الموضوع تجوزناه في موضوع الانتهاء الضربات والمظاهرات التي كانت فيها الداخل الإسرائيل أمور عادة ولكن أنت قلت من نقطة مهمة أن نتنياهو يحاول استغلال الفرصة نعم هذا هو بالضبط لماذا؟ باليمين نتنياهو خلال الأسابيع الماضية كان عنوان الفرقة الإسرائيلية كان عنوان التناقض الإسرائيلي كان عنوان الترنح الداخلي الإسرائيلي نتيجة تعنته وموضوع الإصلاحات القضائية وبالتالي شعبية عموما انهارت في الداخل الإسرائيل حتى في أوساط الينين حتى في أوساط شزبه وظهر بهذا المظهر الذي بدأ بأنه استبداديا الآن نتنياهو يريد العودة إلى المشهد بالقضايا الأمنية التي هي بالعادة تجمع الإسرائيليين من حولها ويظهر بأنه هو رجل الأمن وأنه هو الرجل القادر على مسك الأمور وبأن اعتمار منذير وغيرهم من أولئك إنما هم شراف في السياسة الإسرائيلية وهو الرجل المتمرس في الأمن والاقتصاد نعم أحمد إذن ابقى معنا أحمد مرة أخرى أعود إليك دكتور بلالة الشوبكي إذن نتنياهو يطالب بتجنيد قوات الاحتياط والقوات الحدودية لحرس الحدود هل ستستجيب قوات الاحتياط لهذا الموضوع في ضوء المشاكل التي كانت موجودة والحديث عن أزمة الإصلاح القضائي والتوترات داخل الجيش أتفق مع مراسلكم بأنه سيكون هناك التزام لأنه على الأقل الإشكاليات الداخلية تم تخفيف حدة التوتر فيها خلال الأيام الماضية ما قبل هذه المواجهة مضافا إلى ذلك أن الكثير من الشخصيات الإسرائيلية المعارضة لبن يمين نتنياهو أبدت إصطفافها إلى جانب المؤسسة العسكري الإسرائيلية في ردها على ما يمكن أن تتعرض له دولة الاحتلال الإسرائيلي من عمليات من قبل أي جهة سواء كانت فلسطينية أو عربية لكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن حالة الاستقرار على المستوى الداخل الإسرائيلي ستستمر إلى فترة طويلة نحن نتحدث عن الضرب الأولى اللحظة الارتدادية اللحظة التي يكون فيها الناس مشحونة بشكل عاطفي وهو ما يحاول الآن القيام به بن يمين نتنياهو من خلال خطابات مضللة برأيه الخطاب الأول المضلل الذي حدث ليلة الأمس هنا قال أن النقاش الداخلي الإسرائيلي لا يمكن أن يؤثر على وحدة إسرائيل أمام أعدائها ولكن هذا ما قالوا يا إير لبيد أيضا أسماه نقاشا يعني حتى يا إير لبيد نعم نعم هذا الأمر صحيح لكن الفكرة أن عملية التضيير من قبل المستوى النخبة والإسرائيلي لإظهار أنفسهم على أنهم وناس وطنيون حريصون على دولتهم هذا الأمر لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة إذا ما تعرض المجتمع الإسرائيلي لعدم استقرار على المستوى الأمني ونحن نتحدث الآن ونناقش هذا الموضوع الإجابة تأتي من الميدان الإجابة تأتي بمفاجأة مثل التي حدثت قبيل بدء هذا البرنامج حين نقول أن فلسطينيا من الداخل المحتل نفذ عملية وبالرغم أن الأمور ما زالت حتى هذه اللحظة قيد الاستكشاف إلا أن مثل هذه العملية هي مفاجأة جديدة لبن يمين نتنياهو أن حتى الفلسطيني في الداخل المحتل الذي تعرض لسياسات التمييز الأنصري على مدار هل تقوم بتحجيم ربما الممارسات الإسرائيلية المتطرفة الفشية ضد الفلسطينيين أم أنها ستزود من حدة هذه الانتهاكات والمضايقات في مثل هذه كما أشرت نحن نتعامل مع حكومة إسرائيلية مختلفة من حيث التكوين بمعنى أنه لو كان الأمر بيد بن يمين نتنياهو بن يمين نتنياهو ليس بالرجل الذي يريد أن يتحمل مسؤولية التصعيد وأنا أتفق مع الأستاذ سفيان أبو زايدة حين تحدث عن كيفية إصدار القرار ليلة أمس إن كنا تتبعنا جيدا أنه صحيح أن المؤسسة العسكرية والأمنية هي التي تتخذ القرار لكن اعتدنا دائما أن هناك لمسات من المستوى السياسي بالأمس بن يمين نتنياهو لم يضع أي لمسات وهذا يعطي لدينا إيجابات واضحة جدا أنه بن يمين نتنياهو غير معني بتحمل المسؤولية أنه إذا نجحت عمليات محدودة من قبل المستوى العسكر الإسرائيلي فهو سيقول أنه من أعطى الإقرار لمثل هذه العمليات وإن فشل سيقول أن المسؤولية على من تفضل على من تحدث بمثل هذه الخطوات وهو المستوى العسكري والمستوى الأمني الإسرائيلي وبالتالي بن يمين نتنياهو الآن أمام معضلة حقيقية أنه أمام عمليات قد تظهر من الضفة الغربية غير مدفوعة بقرار تنظيمي كما تفضلت في منتصف هذا البرنامج حين أشرت إلى أنه لا يمكن التنبؤ بها لا يمكن تتبعها لأنها غير متسلسلة تنظيميا والآن نشهد دخول جهات أخرى على ساحة العمل العسكري من الداخل الفلسطيني المحتل وهذه ستكون من الأمور الخطيرة بالنسبة لحكومة بن يمين نتنياهو أنه كيف سيتم التعامل معها نحن لا نتحدث عن مستوى عسكري سيتدخل في هذه المناطق بقدر ما هي مؤسسة أمنية ومؤسسة شرطية وضحت فكرتك فقط سأنتقل سريعا قبل أن ينتهي الوقت أعذرني دكتور بلال سأنتقل إلى أستاذ أحمد المسلماني أستاذ أحمد ما هو في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة تمارس كل أنواع الاختراقات القوانين الدولية كل الأساليب الهمجية في حق الفلسطينيين هل من أبعاد هنا للدور المصري لإقرار التهديئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وكبح جماح ربما ما تمارسه هذه الحكومة المتطرفة في الواقع مصر بزلت جهودا كبيرة في الأوقات السابقة حتى عادت التهديئة وانخفض التوتر وحتى مصر وعدت بضخ استثمارات في غزة لإعادة الإعمار ولكن للأسف سياسة إسرائيل دائما العودة إلى نقطة الصفر من جديد وكلما وصلنا إلى منطقة تريد إسرائيل أن نعود مرة أخرى إلى حيث كنا لنصعد من جديد هذه السياسة الإسرائيلية باستمرار أعتقد مصر التي أدانت بقوة الهمجية الإسرائيلية في هذه الأحداث الأخيرة وحضرت بقوة اجتماع الجامعة العربية وهذا ليس موقفا مصريا أو عربيا فحسب موقف الأمين العام الأولى المتحدة حتى ما صدر من المحكمة الجنائية الدولية كأفكار أولية وما وقعوا أكثر من ثلاثين خبير قانوني بشأن استدعاء المحكمة الجنائية الدولية كل هذا يؤثر على صورة إسرائيل إنما أخطر ما يهدد إسرائيل ويدركه بعض المثقفين في إسرائيل هو صعود الصهيونية الدينية التي جاء بها ويتغزى عليها ويغزيها بن يمين نتنياهو إنه يصنع الوحش الذي سيهدد إسرائيل أكثر من ما يهدد الفلسطينيين يبقى القول أن الكرة تظل جزء كبير منها في الساحة الفلسطينية لابد بعد كل مرة نقول هذا الكلام ولا يحدث إنما الحوار الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية مهمة للغاية إسرائيل تبدو قوية إلى أن توجه تحديات كبيرة لغاية إذا ما حدثت المصالحة الفلسطينية أو درجة من التوافق الفلسطيني والضغط على المجتمع الدولي والرباعية الدولي من أجل إعادة مصاري التفاوض ما لم تعود المفاوضات وما لم يكن هدف إقامة الدولة الفلسطينية هو الأمر سنظل في هذه المعارك القصيرة وهذه الأمور الصغيرة نتعثر فيها لا ينبغي أن نفقد المصار إقامة دولة فلسطينية على أساس المصالحة الفلسطينية أولا وتنفيذ قهارات الشرعية الدولية ثانيا أرجو من ضيوفي الكرام البقاء معنا في هذه التغطية زميلة مونة بولهيم ستكمل معكم هذه التغطية تفضل مونة لكي يارا مستمرنا معكم مشاهدين في هذه التغطية المباشرة لحادث الدهس في تل أبيب حيث استشهد شاب فلسطيني وقتل سائح إيطالي وصيب خمسة آخرون وذكرت وسيلو إعلام الإسرائيلية أن شابا نفذ عمل يتدهس قرب شاطئ البحر في تل أبيب قبل أن تطلق قوات الأمن النر عليه وضفت وسيلو الإعلام الإسرائيلية أن منفذ العملية من إحدى مدن الداخل الفلسطيني ومن جهته أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنيهو تعليمات بتجنيد قوات الاحتياط والقوات الإضافية لحرس الحدود على ضوء التصعيد الأمني إذن وهذه صور مباشرة للمكان الذي حدثت في هذه العملية قبل قليل والتي أدت إلى مقتل شاب استشهاد شاب الفلسطيني وأيضا إصابة خمسة سياح أيضا أجانب إذن مشاهدين هذه الصور مباشرة تأتينا من تل أبيب حيث نفذ شاب هذه العملية شاب فلسطيني على إثر هذه العملية سقط سائح إيطالي وأصيب خمسة آخر في هذه العملية عملية الدهس بعض الوسائل وسائل الإعلامة الإسرائيلية أفدت حتى الآن أن هذا الشاب الذي نفذ هذه العملية عملية الدهس نفذها قرب شاطئ البحر في تل أبيب قبل أن تطلق قوات الأمن الإسرائيلي النار عليها إذن ومعنا الآن مرسل الغد أحمد البودري من القدس المحتلة أحمد ما هي صورة الوضع في تل أبيب ما الذي يصلكم من هناك إذن المعلومات حسب البيان الرسمي للشرطة الإسرائيلية هناك فلسطيني كان يقود سيارة في منطقة تل أبيب في منطقة الكورنيش تحديدا وقام بدهس أربعة يبدو بأن الأربعة هم حتى من السياح الأجانب لغاية الآن هذه المسألة ما تزال قيد البحث وبعد أن قام بدهسهم استمر بالسياقة بشكل سريع جدا دهس أيضا أحد الأشخاص الذين كانوا في الشارع ثم انقلبت السيارة التي كان يقودها في قرب المكان كان هناك دورية للشرطة الإسرائيلية في أحد الضباط الذين هرعوا إلى السيارة تلك وهناك قال ضابط الشرطة بأنه شاهد هذا الفلسطيني وهو يحاول أن يستخدم سلاح ناري على حد قول الشرطة وقام بإطلاق النار عليه في عين المكان وارداه قتيلا في تلك اللحظة الشرطة الإسرائيلية حاولت تطويق المكان بسرعة لمعرفة ما الذي يجري بعد الفحص تبين بأن الرجل الفلسطيني عموما عمره 44 عاما ليس شابا نحن نتحدث عن رجل في متوسط العمر 44 عاما من بلدة كفر قاسم في الداخل الفلسطيني بلدة كفر قاسم طبعا تلك البلدة المعروفة والتي حدف فيها تلك الإعدامات في عام 56 من القرن الماضي ولكن في نهاية المطافة العملية التي حدفت في وسط مدينة تل أبيب بنيمين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية وبشكل متسرع عموما وهو ضد البروتوكول الذي يتم العمل به في إسرائيل أمر بأن يكون هناك تجنيد وطلب كل الإحتياط الذين يخدمونه في سلاح أو في حرس الحدود التابع للشرطة الإسرائيلية دون أن يكون ذلك بالرجوع إلى إتمار بنفير وزير الأمن الداخلي لعل بنيمين نتنياهو يريد أن يظهر وكأنه يعادة من تلك الصورة القبيحة التي رسمت له خلال الأسابيع الماضية بأنه كان عنوان للانقسام الإسرائيلي الداخلي ويريد أن يظهر بأنه الرجل الأمني الأول الذي يستطيع أن يقود إسرائيل نحو بر الأمان وبالتالي يعطي هذه الأوامر العسكرية العملية حدفت في مدينة تل أبيب في منطقة طبعا منفروض بأن حالة التأهب مرفوعة في مدينة تل أبيب منذ أربع سبع ولكن حدفت هذه العملية هذا السياق والسياق مهم منذ يوم الأربعاء منذ ليلة الأربعاء منذ أن تم اقتحام المسجد الأخصى ولغاية هذه اللحظة ونحن فقط نتابع إما عمليات إما إطلاق نار إما إطلاق صواريخ إما طيران حربي إسرائيلي يقوم بتوجيه ضربات في قطاع غزة إما الشبان فلسطينيين يقومون بإطلاق النار كما حدف اليوم في منطقة الأغوار في الضفة الغربية عملية موجودة في مدينة تل أبيب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان كما شهدنا هذا كله بدأ فقط عندما اتخذ القرار الإسرائيلي على المستوى السياسي بأن يكون هناك اقتحام وضرب الفلسطينيين في المسجد الأخصى قمة شرم الشيخ وأيضا قمة العقبة التي أكدتا بأن كل الأجهزة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط الأردنية والمصرية وبرعاية الولايات المتحدة وحتى الفلسطينية نصحت الإسرائيليين بعدم المساس بالمسجد الأخصى وباعتبار بأن ذلك سوف يفتح البوابة للمزيد من التوتر والمزيد من العمليات وها هي إسرائيل قد لم تلتزم بهذه النصائح ومضت قدما في موضوع الانتهكات في المسجد الأخصى في ليلة الأربعاء وفي ليلة الثلاثاء من قبلها والآن وصلنا إلى هذا الوضع المزري على المستوى الأمني الإسرائيلي طبعا اليوم كان هناك شبه صمت في الداخل الإسرائيلي بسبب أن هناك معركة وما إلى ذلك ولكن بدأنا الآن نسمع العديد من الأصوات تحديدا في وصائل التواصل الاجتماعي التي تقول لماذا كان علينا أن نفعل كل ذلك في المسجد الأخصى وتأتي كل هذه العمليات كان لربما علينا أن لا ننصع لمجموعة من المتطرفين الذين يريدون اقتحام الأخصى وبالتالي توتير الأجواء ومن ثم دفع الثمن الضاهف بالقتل الإسرائيليين هذا يوم دامي بالنسبة لأرقام الإسرائيلية في العادة كنا دائما نعد للأسف عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم نحن نعد عدد القتل الإسرائيليين وهذا يوضح إلى مدى التدهور الأمني الذي أصاب المنظومة الأمنية الإسرائيلية حتى العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل خلال الليلة الماضية على قطاع غزة لم تكن بذلك الرد الذي يمكن أن يعيد قوة الردع الإسرائيلية التي تهتكت منذ عدة أسابيع منذ موضوع المظاهرات وطبعا من قبلها مع قطاع غزة القصف الذي فعلته إسرائيل في قطاع غزة ومن بعد ذلك صباح اليوم في لبنان لم يكن بذلك الرد الذي يمكن أن يعيد قوة الردع الإسرائيلية هذا ما قاله أحد أبرز المحللين العسكريين في إسرائيل الذي قال نحن لا نفعل أي شيء لنعزز القوة الردع الإسرائيلية نفكر بأن إتمار بنكفير قبل عدة أيام قال نحن عندما نقصف غزة نحن نقصف الكثبان الرملية وهو طبعا يتهكم هو عملية يقول بأن كل القصف هو قصف لا يجدي لا يعطي أي رسائل هي مجرد ردات فعل وبأن المنظومة العسكرية الإسرائيلية لغاية الآن لم تستطع التوصل إلى قوة الردع هذه العملية على الأغلب هي عملية فردية بمعنى بأن يوسف أبو جابر الذي قام بها في العملية من الداخل الفلسطيني بعدما شاهد المشاهد القاسية في المسجد الأحصى هذا دائما ما نلاحظه في العام الماضي بعد أن تمت العمليات في مدينة القدس وانتهاك حقوق الفلسطينيين الدينية والإنسانية حقيقة كانت تحدث العديد من العمليات الفردية وإذا ما تم إلقاء القبض على منفف العملية كان دائما في الاعترافات يقول بأن الذي دفعوا إلى هذه العملية هي تلك المشاهد القاسية من المسجد الأخصى في عام 2021 كان نفس القضية كان نفس الدوافع نعم هناك عمليات تحدث من منطقة جنين باتجاه الداخل الإسرائيلي دائما هذا يحدث ولكن وتيرة هذه العمليات هي التي بدأت تزداد بشكل مضطرد نحن هنا لا نتحدث عن شاب فلسطيني في مقتبل العمر يتحرك بمنطق العواطف نحن نتحدث عن رجل أربعيني في متوسط الأربعين الذي يقوم بهذه العملية هو من الداخل الفلسطيني عاش وتربى في داخل المنظومة التعليمية الإسرائيلية والاجتماعية الإسرائيلية عمل مع إسرائيليين عاش مع إسرائيليين تاجر مع إسرائيليين ولكنه في نهاية المطاف ارتأ بأن يقوم بهذه العملية بعدما شهد ما يحدث في المسجد الأخصى لماذا نحن نعيد ونكرر موضوع المسجد الأخصى لأن دائما هناك صياق ويربط هذه الأحداث وليس أن هذا الرجل قام بهذه العملية فقط لأنه يريد تنفيذ هذه العملية وهذا الذي رأيناه أيضا صباح اليوم في العملية التي حدفت في منطقة الأغوار التي لا تقل خطورة بالنسبة للأمن الإسرائيل نعم وصل وزير الجيش الإسرائيلي وبن يمين نتنياهو كان هناك تصريحات وهناك تعزيز للقوة الأمنية ولكن ماذا يمكن لهم أن يفعلوا بقرابة مليون فلسطيني يعيشون في داخل إسرائيل في داخل المنظومة الاجتماعية الإسرائيلية الذين يقومون بهذه العمليات تحديدا كما حدث في عملية الإخضيرة وحاولوا استوقافك منذ دقائق لأسألك ولكن على يبدو أنك لا تسمعني يا أحمد أحمد رئيسة حزب العمل في إسرائيل قالت أن الطريق الوحيد لإعادة الأمان أنهي المفاوضات مع الفلسطينيين وانتقدت طريقة نتنياهو وقالت لا يمكن إخماد الحريق عن طريق سكب البنزين فبالتالي كيف ينظر اليوم إلى طريقة نتنياهو وتعامل نتنياهو مع كل ما يحدث بداية من الأقصى حتى العمليات الفردية التي حدثت اليوم هذا هو الصوت الأول الذي خرج من ميراف ميخائيلي وهي زعيمة حزب العمل وهو الحزب اليساري المعروف في الساعات السابقة لهذه العمليات كان هناك إجماع في إسرائيل بعدم الحديث تحديدا لأنه كان هناك عملية إطلاق الصواريخ من لبنان وبعد ذلك العملية العسكرية المحدودة في مناطق قطاع غزة وبالتالي حتى زعيم المعارضة أعطى الإشارة إلى كل زعماء المعارضة بالتزام الصمت ولكن هذا الصمت الآن بات ليس جدارا حديديا من الصعب فكه هناك العديد من الأصوات السياسية هناك أعضاء كنيسة الآن الذين يتذمرون من إدارة الأمن المسؤول الأمني عما حدف في تل أبيب هو إطمار بن جفير وزير الأمن القومي هذه صلاحياته هو مسؤول عن الأمن في الداخل الإسرائيلي وليس المسؤول عسكري كما مناطق الضفة الغربية أو قطاع غزة وهو رئيسية أركان الجيش الإسرائيلي إنما هو إطمار بن جفير الذي يحملونه في إسرائيل مسؤولية التعنت الذي هو مستمر فيه إطمار بن جفير قبل أسبوع طالب طالب الإسرائيليين بالذهاب إلى جبل الهيكل وأن عليكم أن تذهبوا وأن تشاركوا في المسيرات داخل المكان المقدس لليهود هذا الذي قاله إطمار بن جفير هو ببساطة لا يمكن أن يخرج من رجل أمني عنده التقارير الأمنية التي تفيد بكل بساطة بأن أي مساس في الأماكن المقدسة سوف يؤدي إلى انفجار في المكان وهذا الذي قيل لهم في اجتماعات شرم الشيخ وأيضا في اجتماعات العقبة عندما كان الحديث على المستوى الأمني والاستخباراتي وكانت كل المعلومات عند الإسرائيليين وطبعا الإسرائيليين حقيقة لا ينتظرون معلومات لا من الأردنيين ولا الفلسطينيين ولا من المصريين هم يعلمون تماما بأن التجارب السابقة كانت دائما هكذا في العام الماضي في شهر رمضان تكرر هذا الحادث في العام الذي قبله تكرر موضوع المسجد الأخصى في عام 2014 تكرر في موضوع المسجد الأخصى إذا تم الاقتراب والمساس بالأماكن المقدسة وانتهاك الناس وضرب الناس بالهروات بالشوارع داخل أزقة البلد القديمة بضرب النساء بضرب الأطفال فإن العمليات الفردية سوف تزداد وتزداد وتزداد ولكن هذه العملية التي حادثت اليوم أحمد إن كان فيما شاهدنا في الأغوار قبل ساعات وعملية الأبيب كيف يمكن أن تنعكس على الفلسطينيين في الداخل؟ بلا شك أن الفلسطينيين في الداخل الآن يعيشون حالة من التناقض الحالة الأولى بأنهم غاضبون جدا مما يحدث في المسجد الأخصى وهذا رأينا في ممسيرات ومظاهرات خلال اليومين الماضيين كانت قوية جدا فيهم الفحم وفي الناصرة وفي كفرمندة وفي سخنين وفي عراب وفي غيرها من المناطق خرجوا بالألاف للانتفاض وإيصال هذه الرسالة القوية ولكنهم أيضا يعيشون تحت الحراب الأمنية الإسرائيلية حتى أكثر من أهالي الضفة الغربية لأن عمليات التجسس وعمليات المتابعة وعمليات الاعتقال الفلسطينيين في الداخل لا يعيشون حياة سهلة في المنظور الأمني وطبعا الإسرائيليون الآن لا يميزون لا بين ابن كفر قاسم ولا بين ابن جينين هم يرون الآن كل فلسطيني هو مرشح لكي يكون عدوا له وبالتالي سهلة إطلاق النار اليوم على سبيل المثال في البلدة القديمة مجموعة من المستوطنين في داخل البلدة القديمة يهاجمون البسطات ويعتدون على الأهالي تأتي الشرطة بدل أن تقوم بابعاد المستوطنين الذين يحملون السلاح تقوم عمليا باعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين الذين حاولوا الدفاع عن أنفسهم هذه الرسالة هي الرسالة للمستوطنين بأنكم يمكن أن تفعلوا ما شئتم ولن يكون هناك متابعة قبل يومين كان هناك مستوطن الذي أطلق النار على فتى فلسطيني في البلدة القديمة بعدها بعدها بعدة ساعات مستوطن في منطقة الطور في مدينة القدس يخرج من سيارته ويطلق من مسدس النار هذا الموضوع كان بإعاز من وزير الأمن القومي إتمار بنكفير الذي طلب من الكنيسة الإسرائيلة وتم المصادقة عليه وهو سهولة توزيع الأسلحة النارية على كافة الإسرائيليين وحصل في اليوم الأول على 17 ألف طلب تصريح للحصول على مسدسات وهذا طبعا يشير إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية بدل أن تحافظ على الأمن هي تعزز الفوضى وتعت الإرهابيين من أولئك المتطرفين هذه الأسلحة النارية ليقوموا بإطلاق النار على أطفال وعلى الإهالي في مدينة القدس الذين لا يملكون السلاح عندما يتحدث إتمار بنكفير عن الحرس الوطني والذي هي قضية لربما لا يجب أن ننساها هي قضية مهمة نحن نتفكر قبل عدة أيام كان هناك الحديث حول الحرس الوطني إتمار بنكفير يخرج إلى الإعلام ويحدث الإسرائيليين عينا بعين على الشاشة التلفزيون ويقولهم أنتم أيضا كلكم يجب أن تكونوا في الحرس الوطني والجميع يعلم بأن المنظومة العسكرية والشرطة ترفضان الحرس الوطني الذي عمليا يخول كل إسرائيلي بإطلاق النار على أي فلسطيني مشتبه فيه دون أن يكون هناك أي رادع أمني لأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين تنياهو قال أنا سوف أحمي أي إسرائيلي من أي ملاحقة دولية إذا كان ضمن المنظومة العسكرية والشرطية الإسرائيلية أي أن أفراد الشرطة وأفراد الجيش لن يذهبوا أبدا إلى المحاكمات الدولية وهذا طبعا يعني بأن أي إسرائيل إذا انضم إلى الحرس الوطني ولو شكلا وأطلق النار على فلسطيني وقتله دون أي ذنب لن يتم ملاحقته وذلك بشكل قانوني يعني ليس بشكل تحايل ولكن القانون سوف يساعده نعم ولبيت سمى هذه الحرس الوطني سمى بميليشيات طبعا بهلوان التكتوب كما سمى بن كفير تفضل بقائي معي أحمد البوديري وأنتقل الآن إلى ضيوفنا ضيوفنا معنا من غزة الدكتور أيمن شهين أستاذ العلم السياسية في جامعة الأزهر في غزة ونرحب أيضا من بيروت بالأستاذ نضال السبع الكاتب والباحث والسياسي ومن رام الله الأستاذ رأفة عليان القيادي في حركة فتح ومن حيفة عصام أستاذ عصام مخاول مدير مركز إيميل تومة للدراسات الفلسطينية الإسرائيلية طيوفنا أهلا بكم معنا على شاشة الغد بدأوا من غزة مع دكتور أيمن شهين دكتور أيمن إسرائيل أعلنت أنها انتهت من العمليات حتى الآن إن كان في غزة وفي جنوب لبنان الفصائل في غزة تقول إن التزمت إسرائيل فنحن ملتزمون وحذرت إن عدتم عدنا هل انتهت هذه العملية دكتور أيمن عند هذا الحد أم بعدما شهدناه في منطقة الأغوار وتل أبيب قبل قليل قد ربما يجدد هذه الاشتباكات من جديد لا أظن أن الأمور ذاهبة باتجاه التهدئة بالعكس الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد اليوم في عمليتين عملية في الأغوار والعملية من حوالي الساعة في تل أبيب القصف كان حتى توقف صباح هذا اليوم سواء على غزة أو على لبنان الأوضاع ذاهبة باتجاه التصعيد حقيقة ذاهبة باتجاه التصعيد وإذا نظرنا إلى الرد الإسرائيلي ليس على عادة إسرائيل أن يكون الرد بهذا الشكل يعني الرد في قطاع غزة صحيح كان عنيف ولكن هم على حسب ما صدرت من التصريحات قبل أن يبدأ القصف قطاع غزة ليلة أمس كان الحديث باتجاه أن غزة ستعيش ليلة قاسية وقاسية جدا وإلى آخره الرد الإسرائيلي إلى هذه اللحظة ليس على المستوى الذي تعودنا عليه من الحكومات اليمين في إسرائيل هذا يعطي يعني مؤشر بأن الرد الإسرائيلي أيضا هناك رد إسرائيلي قادم وفي الأفق في خلال أيام الجيش الإسرائيلي استدعى احتياط سلاح الجو واستدعى احتياط اللي هو السلاح الدفاع الجوي وهذا يعطي مؤشرا أنه طالما هناك استدعاء للإحتياط سواء لسلاح الجو للطيارين أو للدفاع الجوي هذا يعطي مؤشر على أن هناك جولات قادمة وأن الجولات ستكون عبارة عن قصف واستخدام لسلاح الجو للطيران الإسرائيلي وبالمقابل سيكون هناك سلاح الدفاع الجوي اللي هو منظومة القبة الحديدية والتي ستعمل في هذه اللحظة بعد القصف ردا على إطلاق صواريخ من غزة تحديدا أيضا في الحكومة الإسرائيلية توازن هذا ما أرى توازن في تصرفاتها وفي قصفها وتفرق ما بين غزة وما بين لبنان الحكومة الإسرائيلية تعمل جاهدة على عزل المنطقتين سواء على الجبهة الجنوبية أو الجبهة الشمالية لا تريد أن تدخل لبنان وغزة معا في الصدام وفي أي معركة قادمة هي طبعا الأسهل لها هي غزة لأن غزة لا تمتلك ذاك الكم من الصواريخ الذي يمتلك حزب الله في لبنان إسرائيل وأعلنت على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي أنهم في موضوع حزب الله هم يتعاطوا بحذر وبدقة غير عادية يعني فصل الساحتين عن بعضهم وفصل المواجهة مع غزة أو مع لبنان أو مع حزب الله يعني شيء يعني إسرائيل تعمل والحكومة الإسرائيل الحالية تعمل عليها جاهدة وأنا بتقديري إلى اللحظة غزة تعمل في اتجاه ولبنان تعمل في اتجاه آخر ننقل هذا السؤال التصعيد قادم مما لا شك فيه طيب أستاذ ندال السابع من بيروت أهلا بك معنا إطلاق الصواريخ أستاذ ندال من جنوب لبنان ومن غزة برأيك هل وصلت الرسالة لإسرائيل أن كل الجبهات حاضرة وجاهزة للرد ويعني ربما اعتداءات على الأقصى والتنكيل بالمصلين يعني شعال كل الجبهات لمواجهة إسرائيل بداية مساء الخير لألك ولضيوفك وللمشاهدين أنا باعتقادي الشخصي أولا نحن أمام رسالة إيرانية تم توجيه الصواريخ عبر الأراضي اللبنانية رضا على الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة على سوريا والغارات خاصة في منطقة كفرسوسة هناك يعني عدد من الضباط الإيرانيين أو المستشارين الإيرانيين الذين قضوا في هذه الغارات قبل حوالي الأسبوع يعني عمليا أحد الضباط وهو مغداد مهقاني وأيضا ميلاد حيدري أنا باعتقادي أنه طبعا هذا ليس الاستهداف الأول لهم قبل حوالي شهر تم استهدافهم من قبل الإسرائيليين ونجوا من العملية أيضا يعني الإسرائيليين على مدى ثلاثة أيام بعد عملية كفرسوسة استهدفوا عددا من المطارات السورية فبالتالي أنا باعتقادي شخصي أنه الإيرانيين يبدو أنهم وجدوا الوقت المناسب لتوجيه الصواريخ انطلاقا من الأراضي اللبنانية بذروة الاحتجاجات داخل الأقصى والاستفزازات نتناهوا حقيقة فبالتالي يعني وجدت هذه العمليات رواجا في العالم العربي والإسلامي خاصة أن العالم يعني يتفرج فيه رمضان ويرى يعني هذه الاستفزازات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والشرطة والجيش داخل المسجد الأقصى بحق المصلين أنا باعتقادي شخصي أنه بنيامين نتنياهو ربما قرأ الرسالة جيدا طبعا وصول إسماعيل هنية نهار الثلاثاء إلى لبنان وإبراس الإعلام زيارته وطبعا حضوره للأفطار الذي يقيمه الحرس السوري الإيراني بشكل سنوي في رمضان في مطعم الساحة بوجود قادة الفصائل الفلسطينية بالإضافة لبعض الفصائل العراقية واليمنية أنا باعتقادي أنه ليس يعني لم يكن صدفة وبالتالي يعني حاول الإيرانيين إبراز إبراز هذا الوجود طبعا حماس برغم أنه حتى هذه اللحظة يعني لم تتبنى العملية ولكن مجرد وجود إسماعيل هنية أعطى انطباعا وكأن حماس يعني دخلت إلى الخط هذا بالأمر هذا أولا النقطة الثانية عمليا أنها للمرة الأولى تظهر حماس وكأن لها تواجد في جنوب لبنان هل حقا لها تواجد؟ كلنا نعرف عمليا أن يعني ما يحكم الصراع مع الإسرائيليين في جنوب لبنان هو الألف وسبعمية وواحد اتفاقية الهدنة والترسيم الحدودي وحضور حزب الله الأمني في الجنوب بالإضافة للجيش اللبناني واليونيفل بحكم المؤكد أن عمليا حماس استفادت ربما من هذا الحضور لحزب الله في الجنوب لتوجيه هذه الرسالة الإسرائيليين